أريد أن ندر بخصوص جوجو مغربة اللي ماتوا بالبرد في بارسلونا لا يمكننا أن نقول لنا كمقيمين يعني كل واحد عنده الظروف الخاصة أو كل واحد عنده التزاماته عنده ولاده عنده داره لا يمكن أن يدخل المتشرد للدار ولاده شيء نحن كنا ندره خصوصاً أننا في بلد أوروبي فيه الخدمة تجدي معي اللي تقدر توفر المأوى والأكل والشرب للناس المشردين ولكن المشكل هو أن كان بزاف دي الحراجة اللي كيوصلوا وكيبقوا مشردين في الزنقة ما كيعرفوش باللي ركاين منظمات أو منظمة سواء حكومية أو غير حكومية التي تقدر تكفر بالمأكل والشرب على الأقل إذا لم تقدر تستعاول شيء واحد وتدخلوا لدارك على الأقل وقف معه على الأقل وريه ما في أول وليش عندك شيء واحد محتاج وتشد بيدي وتمشي توريه لا تدخل حتى شيء ما في الأقل ما في الأقل نرى الكثير من المغاربة أو الحراجة أو في وضعية خيبة في الشارع ما في الأقل وقف على شيء واحد لا يريد أن يسمع ما في الأقل ما في الأقل وفوش سيد يعني كيقولك لا وما سفي وفو أنهم يسعى وتشي واحد مجلات البلاد بشغد يجي يسعى في الزنقة لا كل شخص كان يحلم بحياة كريمة قبل أن يأتي لنا ولكن على الأقل ما الذي يوقف عليكم لا يمكن أن يساعدوا مادياً على الأقل أنت تكون عندك لغة ومتمكن وعارف وريه الجمعيات وريه البلايس يتخبى من البرد ويأكل ويشرب مجرد أنه يوقف عليكم مولد البلاد تحضر رأسكم لا تريد أن تتحضر لا أشعروا بشكل كبير لم أعرف كيفية الظروف التي أنت تأتي ويحرق كيفية تجمع كثير منكم تأتي الأسرة أو أخذتها أو أخذتها ومهم وضعية مريحة لماذا تجد أن تحسوا بالأخرين فهذا سيكون حشومة وعيب وعار وعيب أيضاً على على التمثيل الديبلوماسية المغربية في قنصلية لا لدي أي شيء مجموعة لا لدي أي شيء قسم للمساعدة الاجتماعية حشومة رأهم مواطنين مغاربة رأهم من ذمكم ومن لحمكم يشاركوا معكم نفس الدين ونفس ونفس الأرض وحشومة وعيب وعار الجمعيات فقط مجرد دارت بلين